نقل رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ووزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي رسالة إلى الرئيس الإيرتري أسياسة فورقي وذلك خلال زيارتهما للعاصمة أصمرة وتناولت رسالة الرئيس السيسي سبل دعم وتطوير العلاقات التنائية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة هذا واستمع رئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية إلى رؤية الرئيس فورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب فضلا عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها واتفق الطرفان على أهمية تكثيف جهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه